أعلنت قوات الحكومة الليبية أن السلاح الجو نفذ ثلاث ضربات جوية على قاعدة الوطية الجوية غرب العاصمة طرابلس استهدفت تمركزات لقوات خليفة حفتر وآليات مسلحة لاعب أساسا في المشهد السياسي والعزكري الليبي يخرج عن صمته ويوضح موقفه من التحركات الأخيرة في العاصمة طرابلس عقيل صالح رئيس مجلس نوافي طبرق يؤكد مؤصلة دعمه لللواء خليفة حفتر خلافا لما تردد حول مبادرة لترتيب لقاء بين المجلس وحكومة الوفاق تضع عقيل على دعمه القرارات المتخذة من قبل قوات شرقي ليبيا محمل الرئيس الحكومة فايز السراج مسؤولية هدم اتفاق الاسخيرات كما يجري صالح الذي استعاد قوته السياسية محادثات مع سياسيين واطراف دولية ليبيا وايضا كي يقنع السراج بقبول الهدنة الانسانية التي طرحها اللواء حفتر ميدانيا لا يزال العنف سيد الموقف فيما يتبعثر موتى وجرح المعارك في الشوارع لسيما في منطقة أبو سليم أكبر أحياء العاصمة كما أعلنت حكومة الوفاق استهدافها لأهم قاعدة لحفتر غربي البلاد سلاح الجو ينفذ ثلاث ضربات جوية قبل قليل على قاعدة الوطية استهدفت آليات وتمركزات لمجمعات حفتر الإرهابية في القاعدة وتتهم أطراف خارجية أقليمية كانت تم دولي بدأ جيج الحرب الليبية على رأس القائمة تركيا التي تدعم حكومة الوفاق والإمارات التي يقال إنها تمد حفتر بالمال وسلاح والعتاد ترجمة نانسي قنقر